موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من شكوشكي الصحافة حيث نطالع فيه أهم ما تقوله الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم ومواقع الأخبار والبداية من موقع صهاريج نيوز والذي عنوان في صفحته الأولى وقال طيران السعيدة يدشن أول رحلات البيوينغ 737 الجديدة من مطار سيئون الدولي وقال الموقع إن شركة طيران السعيدة دشنت أولى رحلات طائراتها الجديدة التي أضافتها لأسطولها الجوي من مطار سيئون الدولي إلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم وعلى متنها أكثر من تسعين راكبا من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية ومن العناوين أيضا مدير البنك المركزي بالمكلة مرتبات شهر يوليو الجاري ستصرف في موعدها المحدد وقالت التفاصيل أن مدير فرع البنك المركزي بالمكلة عبدالقادر عوض في ليحان طمأن جميع الموظفين في إطار الموازنة أو خارج الموازنة بأن مرتبات يوليو لعام 2016 ستصرف في موعدها المحدد وقال في ليحان أن البنك المركزي بالمكلة بدأ في استعادة نشاطه الإداري والمالي بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وكذا البنوك التجارية بالمكلة وهي الأخرى بدأت تزاول نشاطها التجاري في خطوة لعادة تطبيع الحياة موقع يمن منتر عنوى في صفحته الرئيسية القادة العرب يناشدون الأطراف اليمنية الخروج بنتائج إيجابية من مسار الكويت في التفاصيل قال الموقع تبنى المشاركون في القمة العربية بيانا مشتركا في ختام الاجتماع الذي عقد في العاصمة المورتانية بغياب بارز لمعظم قادة الدول العرب بعد أن تقرر اختصار القمة ليوم واحد فقط وناشد القادة العرب الفرقاء في اليمن تغليب منطق الحوار والعمل على الخروج من مسار الكويت بنتائج إيجابية تعيد لليمن أمنه واستقراره ووحدة أراضيه في أقرب وقت ممكن ومن العناوين أيضا مبعوث الأمم المتحدة يؤكد على ضرورة وقف القتال باليمن الحوثيون وفرص السلام المهدرة تحت هذا العنوان كتب همدان العلي مقاله المنشور في موقع هنا عدن وقال الكاتب بعد أكثر من شهرين من مشاورات الكويت لم يصل المشاركون لأي نتيجة إيجابية تذكر حتى هذه اللحظة على الأقل ذلك أن جماعة الحوثي صالح قدمت إلى الكويت بنية تعطيل وتشتيت الجهد السياسي من ناحية وكسب الوقت وإعادة التموضع والتحشيد العسكري مع كسب مناطق جديدة رغم إعلانهم الالتزام بالهدنة في الوقت الذي جاء وفد الحكومة الشرعية على أمل الاتفاق على آلية مناسبة لتطبيق القرار الأممي الذي اعتقد الجميع بأن الانقلابيين قد وافقوا على تطبيقه ويسعى الحوثيون مؤخرا لتمديد فترة المشاورات بغية كسب المزيد من الوقت لصالح عملياتهم الحربية الراهنة كعادتهم وهو ما قبل بالرفض من وفد الحكومة الشرعية التي اشترطت على ولد الشيخ أن تكون فترة المشاورات محددة بفترة ما وهو الأمر ذاته الذي عبرت عنه الحكومة الكويتية بعد أن ضاقت ذرعا بوعود الاتفاق من الجماعة دون أن تلمس جدية نحو ذلك طوال الفترة الماضية فالجميع بات يعلم بأنه كلما تأخرت عملية تطبيق القرار الأممي كانت أكثر صعوبة وصارت الأوضاع الإنسانية في اليمن أكثر تفاقما بشكل يصعب معالجتها وبناء على ذلك يتضح بأن الانقلابيين لا يريدون السلام الذي يحفظ كيانة دولة اليمنية ونعتقد بأن المجتمع الدولي ممثلا بسفراء الدول الثمانية عشر والأمم المتحدة مطالبين بإقناع جماعة الحوثي صالح بضرورة تطبيق القرار الأممي وبقية المرجعيات المتفق عليها قبل الدعوة إلى أي جولة إلى موقع الموقع بوست والذي تابع العديد من التطورات وعنوان حجة مليشيات الحوثي تشن حملة مداهمات واختطافات واسعة للمواطنين وقالت التفاصيل شنت مليشيات الحوثيين بمحافظة حجة حملة مداهمات واسعة للمنازل في عدد من المديريات قادت خلالها عشرات المواطنين بينهم تربويين وطلاب منذ مساء الأحد وأكدت مصادر محلية للموقع بوست أن الحوثيين جهزوا ما يقرب من ألفين مسلح من عناصرهم لتنفيذ الحملة المتوقعة تستمر عدة أيام لتشمل معظم المديريات والتي بدأت في ثلاث مديريات ففي مركز المحافظة اختطفت المليشيا ثلاثة مواطنين هم ماجد البكيلي وصادق جغيمان وإسماعيل عبدالله ومن عنوين الموقع بوست أيضا الجوف الحوثيون يقتحمون منزل رئيس الدائرة الثقافية للاشتراك في المتون وينهبون أدواته وعنوا أيضا بماذا علق اليمنيون على صورة الضابط أو الضباط والقادة وهم يؤدون التمام العسكري لمحمد علي الحوثي موقع الاشتراكين التابع موضوع اختطاف الصحفي ماجد المدحجي قبل أن تعاود إطلاق صراحه وعنونت المليشيا تطلق الصراح المدحجي يقول الموقع أطلقت مليشيا صالح والحوثي صراح الناشط والكاتب الصحفي ماجد المدحجي بعد ساعات من احتجازه وقال مصدر مقرب من المدحجي للاشتراك نت أن مليشيا صالح والحوثي أطلقت صراح المدحجي بعد أن اقتادته إلى منطقة الشرطة الوحدة بصنعاء وأضاف الموقع اقتحمت المليشيا منزل المدحجي بدون أي مسوّغ قانوني وقامت باختطافه بغرض التحقيق معه حسب إفادتهم وكانت المليشيا قد اختطفت عشرات الناشطين والصحفيين لا زال معظمهم رهن الاختطاف حتى هذه اللحظة هل تتكرر مسيرة الماء؟ تحت هذا العنوان كتب يحيا أو يحيا ثلايا مقالا أكد فيه على ضرورة إحيا مبادرات كهذه وقال الثلايا كانت مسيرة الماء فعلا حقوقيا بالغ الأهمية وإثباتا عمليا على ممارسة الحوثيين إبادة جماعية ضد مدنيين مسيرة الماء أدرك خطرها الجناح المدني والسياسي لجماعة الحوثي وصالح لذا تم قمعها والتلاعب بها باعتبارها مسرح جريمة يجب العبث به لطمس الشهادات والأدلة والقراء كيف يمكن التركيز على أداء التقارير الدولية التي تناولتها مؤكدة على المسرح المطموس العلامات والملامح لا على الفعل الإنساني الكبير من دبول منظمات الدولية التي لا تزال عاملة في اليمن مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية تعمدوا تجاهل العناصر الأساسية للمسيرة والتي تمثل شهادات بارغة الوضوح على الفعل الإجرامي تجاهلوا الأسباب والدوافع التي جعلت ياسين ومن انضم إليه يقررون كسر الحصار المميت لمئات الألاف من ساكني تعز بشربة ماء هذا التجاهل واللعب والعبث لم يكن خطأا ولا سوء تقدير ولا نقص معلومات بل كان فعلا منظما مدروسا يعرف ماذا يريد وما يريده هو طمس المسيرة التي ستكون شاهد إثبات على جريمة إبادة جماعية ضد تعز هل تتكرر تلك الدعوة وهل يقدر محمود ياسين ورفاقه أو غيرهم على تكرارها في أحد عنوين موقع عدن تايم الرئيسية ركز الموقع على واحدة من السلوكيات التي تتبعها الميليشيا وعنون الموقع عقدة أو عقدة الكهفة تدفع زعيم الحوثيين لتفجير المنازل وفي التفاصيل أن هناك تقارير إحصائية أشارت إلى قيام الجماعة الحوثية بتفجير أكثر من خمسمائة منزل خلال نحو عامين في عدة محافظات ووفقا للموقع فقد أوضحت دراسات وأبحاث أن تفجير بيوت الخصوم عادة إمامية قديمة ومتجدرة في أنظمة الحكمة الإمامية التي يهدف مشروع الحوثي إلى إعادتها ومن العناوين شرطة المكلة تضبط قاسرا متهما بقتل والده موضوع جرحة تعز حاز على اهتمام معظم وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة وحتى وسائل التفاعل الاجتماعي وبعد الحملة الكبيرة التي قيمت لأجل إنقاذهم عنوان موقع المصدر أونلاين الحكومة توجه بتأهيل مستشفيات تعز لاستقبال الجرحة ونقل مئة جريح لخارج البلاد وفي التفاصيل قال الموقع وجهت السلطات في محافظة تعز بعادة تأهيل عدد من المستشفيات في المدينة ونقل مئة جريح من المقام والجيش إلى الخارج وبحسب الوكالة فإن علاج الجرحة يأتي ضمن المنحة المقدمة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لجرح الحرب كذلك خلال لقاء بن دغر بمحافظ تعز علي المعمري ولجنة متاذعة جرحة تعز وقال بن دغر إن الحكومة ستهتم برعاية أسر الشهداء وأن الشعب لم ولن ينسى تلك التضحيات التي قدمها أبطال الجيش والمقاومة الشعبية قبل مطالعة أهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعود الترحيب بكم مشاهدين وصحابكم في جولة لاستعراض أهم ما قالته الصحفة العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من صحيفة القدس العربي والتي عنونت في إحدى صفحاتها اليمن المباحثات تتعثر والانقلابيون يشددون الحصارة على تعز وتقول الصحيفة نقلا عن مصادر رسمية أن مشاورة السلامة اليمنية في الكويت توقفت عمليا مع مغادرة المبعوثة الخاص للأمينة العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ذي الشيخ إلى موريتانيا لحضير القمة العربية هناك ممثلا عن الأمم المتحدة وعن السقف الزمني المحدد للمشاورات تنقل الصحيفة عن مصدر مسؤول في مكتب المبعوثة الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن قوله الاتفاق المبدئي يقضي على أن السقف النهائي لهذه الجولة من المشاورات اليمنية هو أسبوعان فقط ولكن تظل الأولوية لإمكانية التوصل إلى حل وتتابع الصحيفة تزامنت هذه التطورات السياسية مع تصعيد العسكري الكبير للانقلبين بقيادة جماعة التمرد الحوثية وحلفائها من قوات الرئيس السابق صالح وتعزيز حصارها لمدينة تعز وقال سكان محليون للقدس العربي في الوقت الذي كانت مشاورات السلام اليمنية تشهد تعثرا واضحا في الكويت أطبقت ميليشي الحوثي وصالح الخناقة على مدينة تعز وبالغت في محاصرتها من جميع الجوانب وأغلقت حتى الطرق الفرعية والمنافذ البسيطة التي كانت إلى حد ما تمثل متنفسا متواضعا لسكان المدينة إلى صحيفة الخليج والتي أوردت في صفحتها الرئيسية شرطة عدن تحبط عملية إرهابية وتضبط أسلحة وصواريخ قال مصدر أمني في تصريح للخليج إن عبوة الناسفة انفجرت عند مرور موكب القائد اليافعي في أحد الطرقات القريبة من جولة كالتكس بالمنصورة دون أن يسفر الانفجار عن خسائر بشرية ومادية كما قال المتحدث باسم شرطة عدن عبد الرحمن النقيب في تصريح صحفي لوسال الإعلام إن أحد العناصر الارهابية المطلوبة لأمن عدن لقي مصرعه وأصيب آخرون بانفجار عبوة الناسفة كانت بحوزتهما أثناء مرورهما على متن دراجة النارية في جولة التقنية غرب مدينة عدن وكانا في طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية وأشار المتحدث باسم شرطة عدن النقيب إلى أن قذيفة كاتيوشا سقطت بالقرب من سور اللواء الخامس في عدن الواقع على الشارع العام المؤدي إلى محافظة لحج دون تسجيل خسائر وبحسب المعلومات الأولية لأن القذيفة تم إطلاقها من المناطق الصحراوية الفاصلة بين محافظتي لحج وعدن باتجاه منطقة الوهد صحيفة البيان الإماراتية عنوانت حضر موت تشن أو تدشن المنظومة القضائية بدعم إماراتي قالت الصحيفة دشن محافظ حضر موت أحمد سعيد بن بريك العمل بالمنظومة القضائية حيث افتتح محكمة ونيابة الاستئنام بمدينة المكلة وذلك بعد تأهيلها وتأثيثها بكامل التجهيزات المكتبية من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ولفت بن بريك إلى أن تطوير وتحسين مبنى الحكومة من أهم محاور استراتيجية الدولة في تحسين بيئة عمل القضاء ومظهرا من مظاهر تحقيق العدالة مشيرا إلى أن مشروع إعادة ترميم وتأهيل المباني القضائية سيستمر بوتيرة متصاعدة في تقديم كل أشكال العون لدعم القضاء بما يحقق رؤية القضاء للسراتيجية وأهدافه المنشودة إلى صحيفة الاتحاد والتي عنونت في إحدى تقاريرها عاصمة شبوة لم ينقذها التحرير من الفوضى وقال تقرير الاتحاد أن عام كامل منذ تحررت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة غير أن المدينة محاطة بمعصم عريض من المشاكل والاحتياجات وتفيد الصحيفة أن السلطة المحلية استلمت محافظة ثارغة دمرت الحرب الكثير من مؤسساتها التي احتمت بها الميليشيا وكذا معسكراتها وما بقى من سوء تكفل به الفراغ الأمن الذي ساد بعد خروجها وانهزامها حيث أرادت أن يحل الإرهاب والفوضى محل انسحاب قواتها وأمنها وتورد الصحيفة ما قاله أحد الناشطين شبوة بشكل خاص وضعها خطر حيث يتجاذبها تطرف حوثي ما زال في بيحان وتطرف قاعدي وصل إلى عزان وأوضاع المحافظة لو تخلخلت من الصعب السيطرة عليها القمة العربية الورشة مغلقة بسبب التصليحات تحت هذا العنوان كتبت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها حول القمة العربية وقالت الصحيفة القمة التي اختزلت ليوم واحد وسط خلافات وقد جاءت دون أدنى التوقعات على ما كشفت مسودة إعلان واكشوت بنقاطه المختلفة وعرت حالة العجز العربي حيال التحولات التي أصابت المنطقة ووضعتها أمام تحديات جمع والأهم أن القمة بدأت أقرب إلى عهد ما قبل الثورات العربية التي فتحت للشعوب نوافذ الأمل الذي حملت القمة اسمه شكليا دون أي عناء للبحث عن إمكانية ترجمته واقعا وفعلا هكذا تبدأ أن ما اتفق عليه وزراء خارجية العرب وقدموه للقادة للتوقيع عليه هو مجرد طبخة بيتة من التصريحات التي لا تقدم ولا تؤخر تصريحات تعاند الزمن وتتحايل عليه بالإنكار والمكابرة بدلا من طرح مقاربات تخترح مشاريع حلول لأزمات المنطقة الحديث عن التصدي لكل التهديدات والمخاطر التي تواجه الأمن العربي وتطوير آليات مكافحة الإرهاب أي أن كانت صوره وتعزيز الأمن والسلم العربيين صار أشبه بمحفوظات أثرية يمكن استخدامها في أي مكان من دون أن تحمل أي معنى أو تحمل قائلها أي مسؤولية أما إعادة جمل إنشائية من قبيل مركزية القضية الفلسطينية فهو أمر يثير السخرية والاستهزاء من كاتبيه وسامعيه ومردديه لأنه صار يفهم بدلالة عكسية أي تخل عن كل فعل حقيقي لتعم هذه القضية وللشعب الفلسطيني جل ما خرجت به القمة هو حديث عن دعم المبادرة الفرنسية في الوقت الذي كانت فيه أطراف عربية وازنة مثل مصر تقوم على إجهاض هذه المبادرة من خلال تطبيع وتسجيل نقاط خطيرة لصالح الإسرائيليين كما فعل وزير الخارجية المصري سامح شكري من لقاء نتنياهو في بيته بالقدس المحتلة في الوقت الذي يستمر الضغط الإقليمي على السلطة الفلسطينية في رمالة تمهيدا لظهور حالة حفترية عبر تمويل الانتخابات المقبلة وغير ذلك من ممارسات بهدف تصعيد مرشح بعينه وكذلك الضغط الإسرائيلي والمصري على حكومة حماس في غزة والتضييق على حركة المواطنين والسلع والأموال صحيفة العرب الجديد تابعت تصريحات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمته أمام القمة العربية في نواكشط حيث قال إن مشاورات اليمن فشلت بالاتفاق لكن الأمل قائم وفي التفاصيل أوضح الصباح أن ما يبعث على الأمل أن المشاورات السياسية التي استضضى فتها الكويت وعلى مدى أكثر من شهرين لم تنجح في الوصول إلى اتفاق ينهي ذلك الصراع المدمر وصدرك أمير الكويت الأمل ما يزال معقودا على الأطراف المعنية في استئنافها لتلك المشاورات بأن تصل إلى ما يحقق مصلحة وطنهم ويحقن دماء أبنائهم وقال إن الحرب لن تزيد الوضع إلا دمارا وقتلا وتشريدا وتهديدا لوحدة وطنهم ومن عنوين العرب الجديد التحالف يقصف أهدافا للإنقلابيين بصنعاء وانفجارات بعدا إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت في إحدى موضوعاتها عن اليمن مسؤول طبي للشرق الأوسط ثمانية وثمانين من اليمنين يولدون بلا إشراف صحي وعفوا ثمانية وثمانين بالمئة وقال مدير عام الصحة والسكان بمحافظة عدن الدكتور الخضر لصور إن معدل الوفيات بين النساء الحوامل في اليمن يعد من المعدلات الأكبر في العالم وفق التصريفات والمنظمات الإنسانية ولفتا إلى أن التقديرات العامة تشير إلى أن 22% من الولادات فقط تتم تحت إشراف صحي فضلا عن أن ضعف أو عدم توفر الخدمات العسعفية في الحالات المتعسرة نتج عنه أن 33% من النساء الحوامل عانين من ولادة مطولة وأوضح للشرق الأوسط أن 365 وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة مرجحا ارتفاع نسبة الوفيات بين الحوامل إلى أسباب عدة منها ما يتعلق بتوافر التنمية الاجتماعية والاقتصادية ونمط الحياة المعيشية إلى جانب ثقافة ووعي المجتمع إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي عنونت في إحدى موضوعاتها الأخ غير الشقيق لأوباما يصوت لترامب لأنه غير راض عن آداء أخيه وقال مالك أوباما الأخ الغير الشقيق للرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيمنح صوته لمرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئيسية الأمريكية دونالد ترامب لأنه معجب به ولأنه غير راض عن آداء باراك وقال مالك وهو في الخمسينات من العمر لروتارز عبر الهاتف من منزله في غرب كينيا أنه يدعم السياسات ترامب خاص خصوصا تركيزه على الأمن وأضاف أنه يروق لي وأعتقد أنه واقع ويتحدث من القلب ولا يحاول أن تكون تصريحاته لائقة من الناحية السياسية إنه فقط صريح وتتابع الصحيفة ومالك مواطن أمريكي عاش في واشنطن منذ عام 1985 حيث عمل مع شركات مختلفة قبل أن يصبح مستشارا ماليا مستقلا مشاهدنا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه متابع معا مجموعة من رسوم الكاروكاتور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة